بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في درس جديد دروس تريودانية والدفاع عن النفس درسنا لهذا اليوم القدرة على نشاط البدني في مهارات ومستويات قدرة على داء المهارات في مستويات اسم معكم سيد بدن ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال في مطلبات النشاط البدني مطلبات النشاط البدني هو مطلب له الراحة الكافية الراحة مهمة جدا النوم 6 ساعات إلى 8 ساعات يوميا التغذية السليمة بعد ذلك اللبس الزي الرياضي المناسب لداء النشاط البدني كل رياضة لها ممتازين لها لبس مناسب وحداء مناسب أحسنتم بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن برضو كل رياضة لها مكان مناسب وآمن لابد للمكان يكون مناسب لهذا النشاط البدني وآمن نسبة الخطورة تكون صفر وعوامل الأمن والسلامة عالية جدا عشان أنا أقدر أدى النشاط البدني بأرياحية وأمان بعد ذلك الإحماء المناسب الإحماء اللي هو تهيئة الجسم يا أبطال ممتازين تهيئة الجسم لداء النشاط البدني يعني أقول مد الجسم أنه ترى هيئة عشان أسوي النشاط البدني بعد ذلك شرب الماء أثناء وقبل وبعد النشاط البدني ليش شرب الماء مهم ممتازين أحسنتم أحسنتم تعويض السواء المفقودة طيب يا أبطال العمام في المكان مناسب وزير يغضي مناسب شباقي أحسنتم الإحماء المناسب مع بعض تملي الأول يا أبطال طيب تملي الأول المشي في المكان تملي استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة مشي ثلاث اربعة حسنت ثلاث اربعة ممتاز ثلاث اربعة آخر مرة جماعة ناخذ نفس التمليل الثاني الضرعين في الوسط ضع بلغط اليمين اربع عددات والشمال في اربع عدد تملي استعد ابتدي يمين اثنين هلاث أربعة شمال اثنين هلاث أربعة سنت اثنين هلاث أربعة سنت اثنين هلاث أربعة ممتاز اثنين هلاث أربعة سنت اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جمعها قف ممتازين نأخذ نفس طيب التبني الثالثloe necesario ضرورا الزراع من الخلف إلى الأمام نبدأ يبدأ 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 دوران 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ممتاز التمنين الرابع ممازل التمنين الثالث ولكن ناكس اتجاه الدوران تم استعد ابتدي 1 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ممتاز التمرين الخامس رفع فقد المستوى الحوض مع منامسة اليد اليمين فقد الاسار ويد الاسار فقد اليمين تم استعد ابتدي 1 2 فوق 2 أحسنت 2 ممتاز 2 فوق 2 فوق 2 أحسنت 2 ممتاز 2 آخر مرة جماعة قف نفس التمرين السادس يا بطالق ضم القدمين ميناء الجدوة عمام أسفل منامسة أطراف أصابع القدمين تم استعد ابتدي انزل 2 3 4 5 6 7 8 أطلع 2 3 4 5 6 7 8 أحسنتم ناخد نفس التمرين السابع والأخير فتح القدمين بأكثر من تسعة صدر قليلاً والنزول أمام أسفل تم استعد ابتدي انزل 2 3 4 5 6 7 8 أطلع 2 3 4 5 6 7 8 أحسنتم ممتازين ناخد نفس طيب يا بطال الآن خلصنا من الإحماء الجسم صار جاهز لأداء النشاط البدني ندخل مع بعض نشوف درسنا هذا اليوم اللي هو القدرة عداء المهارات في مستويات القدرة يعني إيش ممتاز استطاعة المهارات المهارة هي عبارة عن أحسنتم أكثر من حركة مع بعض ندمجها تصير مهارة في مستويات يعني في في أكثر من مبتدئ بعدين متقدم بعدين محترف نبغى نشوف مع بعض يلا مهارة تعريف المهارة قدرة الشخص وخبرته في أداء مهمة معينة حيث تأتي هذه القدرة من خلال التعلم الممنهج والممارسة والتمرين المستمرين واضح؟ هي إيش مجموعة حركات تتطور مع الممارسة والتمرين ممتازين طيب في هنا تعريف ثاني اسم الموهبة ويش الموهبة؟ الموهبة هي صفة الله خصها في فيك يعني كل واحد مننا عنده عنده موهبة خاصة مثلا كلنا بنقرق قرآن كريم مع بعض بس في صوت حلو وفي صوت عادي وفي صوت ممتاز وفي صوت رائع جميل صح؟ هذا نقول إيش؟ هذا موهوب مثلا السرعة كلنا بنسوي سباق لما بعض نصف في واحد بيقطع المئة متر فيه دقيقة وفي واحد يقطع المئة متر فيه خمسة عشر ثانية وفي واحد يقطع المئة متر فيه عشر ثواني شو نقول هذا رب يعطى موهبة السرعة القفز كل ما في ناس عنده مشالقوه أنه يقفز أعلى من الثاني واضح يا الطال نشوف مع بعض هي القدرة خاصة على القيام بأمر ما والتي يمتلكها الفرد فطريا دون أي تمرين أو تدريب فطريا يعني صفة من الله بس مرارة مع الموهبة تعطينا ايش مسترع أعلى من المبتدأ متقدم أو محترف واضح يا الطال طيب الفرق بين المهارة والموهبة الموهبة صفة فطرية يورد بها الفرد وملكة خاصة على القيام بأمر معين في حين أن المهارة هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد بالتعلم وتدريب الموهبة هي هبة إلهية لا يد الإنسان في اكتسابها في حين أن المهارة هي مقدرة تحتاج إلى الوقت والجهد لتطويرها يعني الآن كل كل إنسان عنده موهبة بس أن الموهبة تختلف من شخص لشخص بس أحيانا في المهارة اللي أنا أبغالها يكون فيه شخص موهبته في هذه المهارة واضح يا الطال مثلا مثلا السرعة أنه سباق ميت متر في عند الواحد من العام موجود معنا في الفصل أسرع من ثاني ربي أعطيه سرعة أو خفة الجسم والسرعة زائدة مع المهارة اللي هي سباق ميت متر والتمرين يطلع من المرحلة ممتدئة إلى متقدمة إلى محترف واضح يا الطال طيب وتكون الموهبة مختفية دائما لذا لا بد من اكتشافها والإتراف بها ورعايتها لتنمو وتطور بعكس المهارة التي تكون ظاهرة ولا تحتاج إلا إلى التطوير والتمريد يعني ممكن الآن إحنا عددنا 40 طالب 45 طالب فينا ناس كثيرة ما ندلوش موهبته بس ممكن اكتشفها أو أحد يشوفها من بره يقول هذا الطالب البطل موهوب فيه موهبة كذا وهذا الطالب فيه كذا بس المهارة كلنا نتعلمها لازم أنا تعلمها عشان أعرفها يعني مو بلازم أحد يكتشفها لياها واضح يا الطال طيب نبغي ناخذ مهارة من مهارات كرة قدم طبعا نتعلم كرة قدم كنا نحب كرة قدم بالمهارات الأساسية كرة قدم الجري بالكرة الآن كلنا ناخذ المهارة هذه بس نبغي نشوف فيه أحد موهوب في هذه المهارة واضح يا الطال تعد مهارة الجري بالكرة من المهارات التي يتم تعلمها في البداية التدريب على كرة قدم ويتم عمل هذه المهارة من خلال الجري بالكرة للأمام والخلف والجانب الأيمن والجانب الأيصر بأقل عدد لمسات واضح صح أني أنا الحين كل واحد مع كرة نبغي نقولكم يرى نجذي بالكرة فيه ناس تجذب سرعة متحكم بالكرة وفيه ناس تتحاول تمشي شوي شوي بحيث أنه ما تستيطر على الكرة هذا بس كتفنا هذا عنده موهبة وهذا عنده قاية تعلم المهارة ويتطور من مبتدئ إلى متوسط إلى محترف واضح يا بطال طيب الآن نبغي نشوف هذا الفيديو مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم سنتعلم من شيء الله تعالى مهارة الجري بالكرة بشكل صحيح وهي مهارة لمهارات التحكم والسيطرة المتقدم وتتطلب منك أيها البطل إيجادة مهارات متعددة وعند الجري بالكرة يمكنك استخدام وجه القدم الداخلي أو الخارجي مع التركيز على الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي أو بمقدمة القدم أيضا عزيز الطالب يجب عليك مراعات أن لا تبتعد الكرة عن قدمك كثيرا وإن أمكن أن تلمس الكرة كل أربع أو ثمان خطوات ويتم الجري بالكرة للأمام ويكون نظرك متجه إلى الأمام وليس باتجاه الكرة الآن سنطبق مهارات الجري بالكرة مع أصدقائنا خالد وسعود الآن نموذج مع صديقنا خالد ولكن بعد سماع الصف جاهزة خالد سلام الآن نموذج آخر مع البطل سعود ولكن بعد سماع الصافرة وبهذا نكون انتهينا من تعلم مهارة الجري بالكرة ودمت بصحة ونشاف شفنا مع بعض الأبطال الآن مهارة الجري بالكرة وشفنا مثال أصدقائنا طالبين كل واحد قد يجد بكرة بطرقة مختلفة واضح درسنا لهذا اليوم يا أبطال اللي هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وشكرا حسن استماعكم معكم أستاذ بدر ناصر الفيد